السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بدراسة المواد الطبيعية والمواد الصناعية وهو آخر درس من درس السنة الثانية دادي الدورة الأولى لمادات الفيزياء والكيمياء في هذا الدرس سوف أحاول يعني تلخيص هذا الدرس يعني إعطاء فقط الأشياء اللي هي ضرورية بالنسبة للدرس عندما معنا مواد طبيعية ومواد صناعية كتعريف الفرق ما بينتهم المادة الطبيعية كيف مما هي هي كل مادة توجد في الطبيعة دون تدخل إنسان وهو مادة طبيعية. الحديد مثلاً النحاس. إذن هذه مواد طبيعية. إذن أي مادة موجودة في الطبيعة تسمى مادة طبيعية. المادة الصناعية هي كل مادة يمكن تصنعها في المختبر عن طريق تفاعلات كيميائية. إذا هناك سننتبه. المادة الصناعية هي أي مادة يصنعها الإنسان. هي تحتاج إلى تدخل الإنسان. لكن رغم تدخل الإنسان ما يمكنش نسميها مادة صناعية إلا إذا كانت عن طريق تفاعلات كيميائية. إذا حدثت تفاعلات كيميائية وأعطتنا مواد جديدة لهم النواتج. هدوك تسمى مواد صناعية. إذا ما يمكنش أن ننقل مادة صناعية هي أي مادة يتدخل فيها الإنسان. إذا تدخل فيها الإنسان بدون تفاعل كيميائي ما ستسمى صناعية. إذن المادة الصناعية هي التي تكون عن طريق تفاعلات كيميائية وهناك نوعا من المواد الصناعية اذا كان مادة صناعية لها مثل تنائي الأكسجين تنائي أكسيد الكربون وبعض النكهات المستعملة في الأطعمة والمشروبات ولها نفس الخصائص لمثيلاتها في الطبيعة من نسبة لهذا هذا ماشي مواد طبيعية وإنما مواد صناعية لكن لها مثل في الطبيعة يمكن للإنسان تصنع مثلا تنائي أكسجين أو تنائي أكسيد الكربون ويكون له مثيل في الطبيعة بطبيعة الحل لأنه كين تنائي أكسجين كين تنائي أكسيد الكربون في الطبيعة إذا هذه مادة صناعية لها مثيل في الطبيعة وهناك مادة صناعية ليس لها مثيل في الطبيعة مثل بعض اللداء والبلاثيك وبعض أنواع الصباعة إذا الصباعة والبلاثيك إلى غير ذلك هدو مكنيش في الطبيعة وإنما صنعهم الإنسان إذا هناك الفرق ما بين مادة صناعية واخرى. كيف يتم صناعات هذه المواد مثلا تحضير تونال اكسجين في المختبر. يمكننا تحضير تونال اكسجين في المختبر. كيف ذلك؟ اذا عن طريقة تجربك في معدي اللحظة سواء هنا في الصورة او في هذا الفيديو. اذا سوف نقوم بتحضير واحد المحلول تسمى بيرمانغانات البوتاسيوم هو واحد المحلول بنفسجي اللون. ثم نضيفها على الماء الاكسجيني. الماء هناك الماء اللي هو السرعة الكيميائية له هاش اثنان او هاش دو او. ولكن الماء الاكسجيني كيكون فيه ضرة اكسجين اضافية. كيكون هاش اثنان او اثنان هاش دو. عندما نضيف بيرمانغانات البوتاسيوم على هذا المحلول على هذا الماء الاكسجيني. يتفاعلا فيما بينهما ويعطينا واحد المادة جديدة اللي هي تناء الاكسجين. اذا هذا تناء الاكسجين ليس اخذناه من الهواء ليس من الطبيعة وانما تم تصنعه. هذا تناء اكسجين مصنع. لماذا؟ لانه حصلنا عليه عن طريق تفاعل كيميائي في المختبر. اذا تم تدخل الانسان وتصنع هذه المادة عن طريق تفاعل كيميائي. هنا سوف نحصل على تناء الاكسجين. كيف عرفنا بان الغاز المحصل هو تناء الاكسجين؟ هو يعني له نفس الخصائص لتناء الاكسجين العادي. لماذا؟ لانه يساعد للاحتراق. اذا قمنا بتجميعه في اناء وقمنا بوضع جسم يحترق في وسطه سوف نلاحظ بان الاحتراق سوف يشتد. لماذا؟ لانه هذا تناء الاكسجين. انه تناء الاكسجين هو اللي عنده الخاصية للاحتراق يساعد على الاحتراق. اذا عند اضافة الماء الاكسجيني غاش اثنان او اثنان الى محلول بينما الغنات البوتاسيوم. هذه هي السيغة الكيميائية دياله كام او كاتخ. نلاحظ تكون غاز على شكل فقاعات كما ان هذا الغاز يساعد على الاحتراق مما يدل على انه تناء الاكسجين. اذا الغاز الذي تكون هو تناء الاكسجين. اذا تناء الاكسجين المحصل عليه بواسطة هذا التفاعل هو مادة صناعية. لها نفس الخصائص تناء الاكسجين الموجود في الطبيعة. اذا بحاله بحالة الاكسجين اللي كان في الطبيعة. لماذا؟ لان المادة الصناعية اللي كان صعوبة يمكن يكون عندها يعني متيلاتها في الطبيعة وكيكون عندهم نفس الخصائص. اذا ثاني فقرة غادي نشوفوا في الدرس اللي هي البيترول ومشقاته. البيترول كل شيء يعرف البيترول او النفط. هو واحد لماداته يستخرج من باطل الارض ويكون لونها اسود. اذا البيترول هو خالة طبيعي وهو عبارة عن سائل اسود لازيج يستخرج من باطل الارض ويعتبر مصدرا اساسيا للطاقة. اذا هو العالم كله يحتاج البيترول لانه هو اللي يعطينا الطاقة هو اللي يمكننا من تشغيل المصانع الى غير ذلك. ويسمى الذهب الاسود لانه مهم جدا وضروري لكي تظاهر الصناعات ولكي يعيش وكي تكون مواد مختلفة اللي كتسمى هيدروكاربورات يعني فيها الهيدروجين وفيها الكاربون لمركبة تحتوي على جزئاتها على ضرات الكاربون والهيدروجين. ثانيا تكرير البترول. انه ما معناه تكرير البترول يعني ان ذلك البترول الذي يستخرج من باطل الارض يسمى البترول الخام. الخام يعني لا يمكن استعماله مباشرة وانما يجب فصل مكوناته. كيف نفصل هذه المكونات عن طريق ما يسمى ببرج التقطير. اذا برج التقطير هو هذا. عندما يستخرج البترول يوضع في فرن لكي يتبخر. تتبخرها جميع مكوناته. اذا كي يضع البترول الخام في فرن. اه لكي يتبخر. عندما يتبخر فانهم يمررونه عبر هذا اللي كي تسمى برج التقطير. هذا البرج التقطير هو الغازات عندما تذهب اليه. الغازات الاقل الكتافة تصعد الى الالة. الغازات الاكتر كتافة تنزيل الى الاسفل. يعني الغازات الخفيفة كتصعد الالة. الغازات التقيلة كتصعد كتنزيل الاسفل. ثم بعد ذلك هذه الغازات تجدوا درجة حرارة ملائمة لتكاتفها. لان الغاز عندما يكون غازا ونريد ان نحوله الى سائل نقوم بتبريده. هنا كل الغاز وشحى الدرجة الحرارة لتكاتف دياله. مثلا هنا لدينا الفيول. الفيول درجة الحرارة لتكاتف دياله ما بين 360 و 380. الغاز وال هنا ما بين 250 و 260. الكيروزين ما بين 200 و 250. بنزين السيارات ما بين 180 و 200. ما بين 120 و 180 كيروزين الطائرات. وتبقى بعض الغازات اللي هي غير قابلة للتكاتف. يعني درجة الحرارة لتكاتف ديالها كتكون قليلة جدا. وبالتالي لا يمكن تكتفها. كنخليها على شكل غازات بحال البوتان والبروبان. البوتان هو اللي نستعمله في. هو اللي درسنا في الاحتراقات وكنستعمله في المنزل. عندما يتم مفاصل مكونات البترول بعملية تكرير او تسمى التقطير. إذن الاسم معنا تكرير البترول يعني تقطير البترول. والتقطير كيف ما شفتوا السنة الماضية انه يتم عبر التبخر ثم التكاتف. نقوم بتبخير الجسم والخلاة. ثم نقوم بتكتيف تلك الغازات لكي نفصلها عن بعضها البعض وكي تعتنى مواد سائلة مرة اخرى. إذن يتم تقطير البترول بواسطة برج تقطير المجزأ ويسمى ايضا مصفات البترول. إذن كذلك لا سمعنا مصفات البترول وهو برج التقطير. تبدأ عملية تكرير البترول بتسخينه كما قلنا لكي يتحول الى غازات وذلك عن طريق التبخر. بعد ذلك يتم دخ يعني دفع الغازات الناتجة داخل برج التقطير على شكلي. إما تيارات غازية صعيدة ولا تيارات غازية نازلة. إذن بعض الغازات تتصادل الاعلى وبعض الغازات تنزل الى الاسفل على حسب درجة حرارة تكاتفها. إذن تتكون من الغازات الاكثر تطاير عن هذه الغازات الصعيدة والتي تملأ الطبقات العليا الموافقة لدرجة حرارة تكاتفها. والتيارات الغازية النازلة تتكون من الغازات الاقل تطايرا يعني الاكثر كتافة والتي تملأ الطبقات السفلة الموافقة لدرجة حرارة تكاتفها. إذن هنا هذه طريقة مبسطة كيف يتم تقطير البترول. إذن هذه العملية لتقطير البترول هي كتعطينا مواد كما شفنا مثلا الغاز والفيول البنزين إلى غير ذلك. هذه المواد هي ليست مواد صناعية رغم تدخل الإنسان. إذن هذه المواد هي مواد طبيعية. لماذا؟ إنما كنش تحولات كيميائية. كن فقط تحولات فيزيائية. كنت تبخر ثم التكاتف. وهذه تحولات فيزيائية ما كي يظهرش معهم أجسام جديدة. إذن هذه ماشي أجسام جديدة وإنما هي فقط لفصل مكونات البترول. إذن هذا فقط تحولات فيزيائية وبالتالي هي مواد طبيعية. إذن بعد مشتقات البترول بعد عمل التختار يتم إنتاج مشتقات كثيرة للبترول تستعمل في مجالات متعددة. مثلا محروقات غازية تستعمل في المنازل والمصانع كغازي البوتان والبروبان. إذن هذه مواد طبيعية البروبان والبوتان. محروقات سائلة تستعمل كواقب للسيارات والطائرات كالبنزين والكيروزين والغازول. ثم هنا لدينا مواد صناعية مثل بعض الزيوت. زيوت كثيرة يستخرج منها البرافين. مادة يستخرج منها الشموع. والزيوت المستعملة تشحيم المحركات. والقار المستعمل في تعبيد الطرق. يعني ذلك الزيوت الذي كان يستعمل للتعبيد الطرق هو كذلك يستخرج منها البترول. إذن هنا كما لحو ذاك ما قلت له. مشتقات البترول هي مواد طبيعية. لأن الحصول عليها يتم عن طريق التحولات الفيزيائية اللي هي التقطار. تحول الصناعة الكيميائية مشتقة البترول إلى مواد صناعية متنوعة تستعمل في الحياة اليومية للإنسان. ومنها المواد البلاستيكية والصباغة والملونات والأدوية والمطاط واللياف النسيج إلى غير ذلك. إذن مثلا المطاط ولا البلاستيك ولا الصباغة ولا الخيط ديال النسيج. إذن ولا التوب ديال النسيج اللي كتستعمل من الملابس. هذه مواد صناعية. لماذا؟ لأنها تتم في عن طرق الصناعة الكيميائية. يتم تحول تلك الأجسام عن طريق تفاعلات كيميائية إلى أجسام أخرى. إذن هذه هي مواد صناعية. لكن المواد التي تخرج لنا من تقطار البترول هي مواد طبيعية. إذن هنا سوف نقوم بتستبيق على هذا الدرس. نسخن خليطا من الكربون وأكسيد نحاس ثاني فنلاحظه تعكر ماء الجير. أولا عندما خلطنا الكربون وأكسيد نحاس ثاني تعكرناونه البنج Students ما هو الغاز الناتج عن هذا التفاعل أي warns rover؟ طبعا الغاز الذي يعكر مع الجير هو تنائي الأكسيد الكربون. إن الغاز الناتج هو تنائي أكسيد الكربون تانيا هل الغاز الناتج طبيعي أم صناعي؟ end طبعا هذا الغاز الناتج هو صناعي. لماذا؟ لانه تم الحصول عليه عن طريق تفاعل كيميائي في المختبر هذا الغاز الصناعي لأنه نتج عن تفاعل كيميائي في المختبر عن طريق تدخل الإنسان هل يوجد مثيل له في الطبيعة وشكين تنويكسل الكربون في الطبيعة نعم الغاز تنويكسل الكربون كين في الطبيعة إذن يوجد له مثيل إذن كان هذا درس المواد الطبيعية والمواد الصناعية نتمنى أنه يكونوا فهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة